تفتكر إيه اللي بيمنع الأوروبيين من إنهم ينفسوا الأمريكان ويعملوا شركات تكنولوجيا عملاقة شوف كده القائمة اللي قدامك دي دي قائمة بأكبر مئة شركة تكنولوجيا في العالم اتفرج عليهم كده واحدة وراء التانية هتلاقيهم كلهم تقريبا شركات أمريكية ونادرا لما تلاقي فيهم شركات أوروبية طيب ليه؟ يعني الأوروبيين مش قليلين في التقدم التكنولوجي لك أن تعلم إن تيمبر نزلي عالم الكمبيوتر البريطاني هو اللي ابتكر شبكة الويب العالمية في معهد أبحاث الفيزياء في سويسرا لينوستوربالدوس المبرمج الفنلندي هو اللي عامل نظام لينيكس ومش هنروح بعيد عندك الذكاء الاصطناعي الخاص بشركة جوجل واللي بتنافس به تشارجي بيتي مبني في شركة ديب مايند الشركة البريطانية اللي استحوذت عليها جوجل في 2014 فالمفروض إن الأوروبيين يبقوا قادرين على المنافسة بكل سهولة لكن ورغم كده مفيش في أوروبا كلها مكان تقدر تحطه كده في مقارنة مع وادي السيليكون في أمريكا ويطلع بقى منه شركات عملاقة لا الموضوع ده صعب ومش موجود ولو لقيته في أوروبا هتلاقي يعني نسخ صغيرة كده وضعيفة من وادي السيليكون فليه أوروبا مش عارفة تعمل وادي السيليكون الخاص بيها ايه المشاكل اللي وجهتها واللي منعتها من تحقيق الهدف ده على مدار الستين سنة الماضية طيب ليه مجبرة دلوقتي إنها تعمل وادي السيليكون ويطلع من عندها بقى شركات عملاقة في مجال التكنولوجيا شمعنا دلوقتي طيب عملت ايه مؤخرا علشان تحل المشاكل دي هو ده اللي هنحاول إن شاء الله نتناقش فيه في حلقة النهاردة فلو بتشوفني في وقت الصيام فرمضان كريم وكل سنة وانت طيب ولو بتشوفني بعد الفطار فاكوب بقيت الأهوة بتاعتك وركز معي طيب في دراسة أجراها معهد ميلكم في أمريكا وجد إن فيه تمن عوامل أساسية علشان تعمل مكان شبيه كده بوادي السيليكون أو مكان يعني تتجمع فيه شركات التكنولوجيا مع بعض فوجد عوامل زي القوى العاملة المدربة جودة المكان والمناخ المعتدل أسعار المنازل والسكن تبقى مناسبة الخدمات تبقى موجودة انخفاض معدل الجريمة جودة المدارس الحياة تبقى آمنة كده باختصار في المكان ده وعدت بقى بعض العوابل الأخرى واللي كان أهمها من وجهة نظر الدراسة هو وجود مرافق بحثية ومؤسسات تعليمية متطورة وكمان وجود رأس المال الاستثماري دول الأهم لأن باقي العناصر ممكن تلاقيهم في أماكن كتير حول العالم لكن بدون الاتنين دول الأماكن دي مش هتبقى وادي السيليكون أو مش هتقدر انك تجمع فيها شركات التكنولوجيا وتخليهم باقي يكبروا في المكان ده والتوليفة دي من العناصر كانت كلها موجودة كده في وادي السيليكون الأمريكي لما تم تكوينه ووادي السيليكون اللي ما يعرفوش هو مصطلح بيستخدم لوصف منطقة كده في شمال كاليفورنيا في أمريكا المنطقة اللي انت شايفها قدامك دي واللي مساحتها ممكن تصل لمئة كيلو متر مربع المنطقة دي فيها شركات زي أبل وجوجل وفيسبوك وتسلا وإنتل وأوريكل وأغلب شركات التكنولوجيا واللي بقوا أكبر شركات في العالم من حيث الحجم المنطقة دي بيقع في قلبها أهم المراكز البحثية المتطورة وأولها طبعا جمعة ستانفورد واللي بلأت منها أغلب شركات التكنولوجيا الكبيرة ودلوقتي يعني وجودك في المكان ده وجودك كطالب في الجمعة دي يعني ده بيوفر لك فرص كبيرة جدا أنت اختصرت أغلب الطريق لأن وانت طالب هتقدر أنك تعمل كونكشنز كده مع العديد من الشركات أصلا أحيان الشركات هي اللي هتبقى عليك فلو عندك فكرة فهتقدر أنك تبدأ بيها مشروعك بسرعة فتاخد تمويل بسرعة هتلاقي موظفين وناس مدربة يساعدوك هتلاقي كمان طلبة يشتغلوا معاك رجال أعمال يمدوك بالخبرة اللي أنت محتاجها علشان تنمو بسرعة وتكبر ولما بس تبدأ أن أنت تكبر وتشم نفسك شوية على طول بسرعة هتلاقي شركات تانية أكبر منك تبدأ أن هي تعرض عليك أنها تشتريك فتاخد منها فلوس كتيرة جدا أو ممكن أنت تستمر في الشركة بتاعتك ويبقى معاك مليارات منها فتشتري أنت شركات أصغر وتكبر بيهم عرفت ليه بقى كان أهم عنصر في الدراسة هو وجود مؤسسات بحثية متطورة لأنها هتساهل عليك مش بس العلوم اللي تجيب لك فكرة حلوة لا هي هتساهل عليك حاجات كتيرة جدا حوالين الفكرة بتاعتك والدليل هتشوفه لما تتفرج على القائمة اللي قدامك دي تتفرج كده على الأسامي دي هتلاقي ناس كتير أنت تعرفهم على رأس شركات مشهورة دلوقتي وكلهم خريجي جامعة استانفورد أو حتى كانوا طلبة وما كملوش الدرجة بتاعتهم علشان مش فضيين بيديروا شركات دلوقتي هنا أنت هتقول لي لا وقف بقى كده الكلام اللي أنت بتقوله ده بقى أنت عايز تقنعني أن أوروبا ما توفرش فيها العوامل دي وخاصة الجامعات والتمويل هقولك لا توفرت فيها بعض العوامل لكن مش كلها وحتى برضو العوامل اللي توفرت فيها مش كاملة أو ممكن نقول مش زي أمريكا خلاص وحتى برضو لو كملت العوامل دي وطلعت شركة ولا اتنين ولا مجموعة من الشركات على طول أمريكا هتشوف شغلها مع الشركات دي وهتخلص عليهم أول بأول تعالوا نفسص الجملة دي في حدة الجامعات المرموقة ولو شلت بريطانيا كده بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي وحبيت إنك تتفرج على أفضل عشر جامعات عالميا في تخصص علوم الكمبيوتر بما إننا بنتكلم عن شركات التكنولوجيا فمش هتلاقي ولا جامعة تتبع الاتحاد الأوروبي طيب نوسع القائمة شوية ونخليها 30 جامعة مش هتلاقي غير جامعة واحدة فقط في ألمانيا وسط أفضل 30 جامعة عالميا وده طبقا لتصنيف التايمز طبعا بريطانيا الوحدها ووضعها أفضل بكتير يعني عندها جامعات زي أكسفورد وكمبرج وعدد محترم من المؤسسات الجامعية لكن 27 دولة بتوع الاتحاد الأوروبي مش متواجدين بقوة في التصنيف ده ومش معنى كلامي ده إن التعليم فيهم سيء علشان ما تفهمنيش خطأ لا دي مقارنة يعني مقارنة عامة كده تعرفنا الوضع بشكل عام عامل ازاي في النقطة دي طيب هنا انت هتقول لي ماشا سيدي سيب أوروبا كلها ويمسك في بريطانيا اللي عندها مؤسسات جامعية محترمة ليه بقى ما تعملش فيها وادي سيليكون منافس للنسخة الأمريكية هنا هقولك لأن في عامل تانية غير الجامعات والمؤسسات البحثية مش موجودة خلاص صحيح الجامعات والمؤسسات دي يعني من أهم العناصر لكن لوحدها لا تكفي عندك التمويل مش موجود وهنا بريطانيا زيها زي باقي دول أوروبا عندها مشكلة كبيرة في مسألة رأس المال المغامر يعني التمويل في أوروبا مش متاح بنفس الطريقة المتاح بها في أمريكا أصلا الشركات الأوروبية بتعتمد بشكل كبير جدا في حتة التمويل على أمريكا زي ما بيقول بول أشلايتنر يعني ماشي معايا الاسم ده من دويتشا بانك كان بيقول أن أوروبا الآن بتعتمد بشكل شبه كامل على أسواق رأس المال الأمريكية وعلشان كده من شوية قلتلك أن بمجرد ظهور كم شركة كده في أوروبا على طول أمريكا بتشوف شغلها وبتخطف الشركات دي والأمثلة عندنا كتير وخلي بالك علشان تبقى فاهم أهمية رأس المال المغامر للشركات الصغيرة إيه فالنوع ده من التمويل مش مجرد كده من واحد ييجي يبقى معاه فلوس كده ويرمي الفلوس خده شباب وبالتوفيق لا يعني المستثمر هنا في الغالب بكله حصة كبيرة في ملكية الشركة وحصة في الإدارة وهو ده الأهم الخبرة اللي بتيجي مع رأس المال اللي من النوع ده الخبرة دي هي اللي بتأسس الشركات صح من بدايتها وبتكبرها أصلي يعني برضو في الغالب اللي جاي لك برأس المال المغامر ده انت مش أول حد يعمل معاه كده يا مقوم شركات زيك أو فشل مع شركات قبلك ففهم وتعلم من الأخطاء لحد ما وصل لك بقى بالخبرة دي وده الهدف الأكبر من رأس المال ده انه يكبرك ويوصلك لمرحلة الطرح العام أو ان شركة كبيرة تستحوذ عليك وده للأسف يعني أوروبا مفتقدة مقارنة بالشكل طبعا بتاع أمريكا لك أن تعلم ان في 2021 وطبقا لصحيفة الفينانشال تايمز بتقول ان كان في 2700 طرح عام أولي في السنة دي حصة الاتحاد الأوروبي 27 دولة كانت أقل تقريبا من 12% في حين بلغت بقى نسبة أمريكا وأسيا أكتر من 60% ده كمان بالإضافة إلى انخفاض عدد الشركات المدرجة في أوروبا بشكل عام كده على مدار السنوات الماضية زي ما انت شايف كده وده لحد ما ممكن نعتبره مؤشر عن خوف رأس المال الأوروبي مقارنة مع أمريكا وده بقى اللي وصلنا لنقطة مهمة جدا فرق جوهري بين أمريكا وأوروبا وهو الخوف من الإفلاس أصلا علشان تبقى عارف وطبقا لبعض الدراسات بتقول إن 90% من الشركات الناشئة بتفشل خلاص ومش لازم تفشل في أول سنة لا ممكن بعد 5 سنين 10 سنين 15 سنة هتفشل وتنتهي مع الوقت 90% طيب تحب بقى لما تفشل تفشل في أمريكا ولا تفشل في أوروبا في أمريكا طبيعي إنك تفشل وتفلس بأمان إلى حد ما وتسوي أوضاعك بعدها وتكمل شغل كمان وترجع من جديد وده بفضل قانون الإفلاس وشابتر 11 اللي بيحميك فتقدر تقدم طلب للإفلاس وتعمل إعادة هيكلة للديون وتسد اللي تقدر عليه وفي الغالب وفي أقل من سنة بتعرف ترجع مرة تانية بشركة جديدة أو تعرف ترجع السوق مرة تانية خلاص في أمريكا في مقولة مشهورة كده إن هم عاوزينك لما تفشل تفشل بسرعة علشان ترجع بسرعة فتعمل شركة تانية إنما في أوروبا لا يعني عملية الخروب من الإفلاس دي ممكن تاخد سنوات ومش بيكونوا متسامحين فيها زي الأمريكان ده غير إنك لو أفلاست في أوروبا ففي الغالب يعني مستقبلك اتضمر خلاص فده فرق كبير جدا بين أمريكا وأوروبا فرق بيمنع من ظهور وادي سيليكون أوروبي طيب كمان بردو خد عندك فرق جوهري بين أمريكا وأوروبا ألا وهو كيفية استقطاب النوابغ للعمل معك في الشركة بتاعتك فأمريكا في نظام لطيف جدا نظام خيارات الأسهم للموظفين واللي باختصار شديد أنا كستارتوب مثلا لسه بادئ فعايز أقلل المصاريف بتاعتي على قد مقدر بس في نفس الوقت أنا عاوز نوابغ يشتغلوا معايا النوابغ دول عايزين مرتبات عالية جدا بس أنا مش معايا مرتباتهم العالية دي هنا بعرض عليهم مرتبات صغيرة والباقي خيارات أسهم في الشركة ولكن الشركة تكبر ساعتها قيمة أسهمهم دي تكبر هي كمان وممكن تبقى بالملايين طبعا النظام ده موجود زيه في أوروبا لكنه معقد في أغلب دول أوروبا ومش سهل خالص زي أمريكا ده خير كمان برضو تعقيدات التوظيف يعني في أوروبا الموضوع ده مش سهل مفيش في مرونة لا في توظيف العمال ولا في فصلهم يعني أنت مثلا لو أخطأت ووظفت عدد من العمال أكتر من اللي أنت محتاجه وده وارد جدا فعملية فصلهم عن العمل مش سهلة وهتكلفك رقم محترم فده فرق كبير برضو بين أمريكا وأوروبا كمان برضو أضيف بقى على كل ده حاجز اللغة بين دول الاتحاد الأوروبي كل دولة بلغة شكل قوميات مختلفة ثقافة مختلفة قوانين وأطر تنظيمية مختلفة كل دي عوامل مش هتلاقيها موجودة في أمريكا طيب تخيل سيدي ولو للحظة كده أن أوروبا عرفت تتجاوز كل الكلام ده ساعتها هتلبس في مشاكل تانية مشاكل زي إنها ما عندهاش طاقة رخيصة وحرب روسيا وأوكرانيا يعني أكدت إن أسعار الطاقة في أوروبا شكلها كده مش هتبقى رخيصة لسنوات قادمة طول ما فيه صراع مع روسيا وفقدان الغاز الروسي الرخيص يعني إن الصناعة الأوروبية هتدفع تقريبا من 3 لأربع أضعاف اللي بيدفعوا منفسيها في أمريكا وبدون طاقة رخيصة ما فيش شركات ما فيش مصانع ما فيش أسعار معيشة مناسبة أسعار السلع والخدمات هتفضل مرتفعة وعد أنت بقى مساوي الطاقة الغالية وأمريكا للعلم حاليا هي أكبر منتج للنفط في العالم طيب هنا إحنا لو ما كان أوروبا وبنفكر دلوقتي هنقول خلاص يا عم بلاها بقى ودي السيليكون ده إحنا حلوين كده خلاص ودي السيليكون بتاع أمريكا ده شغال من 60 سنة وإحنا بقلنا 20-30 سنة بنحاول ومش ماشية معانا فخلاص إحنا جمدين جدا في حاجات تانية زي الصناعات الثقيلة خلاص خلينا زي ما إحنا كده هنا هقول لك ده كان حلو مع أوروبا في العقود الماضية وكان مخلي فعلا الاقتصاد الأوروبي أكبر تقريبا من الاقتصاد الأمريكي لحد سنة 2008 الاقتصاد الأوروبي وقتها كان حجمه قرابة 16 تريليون دولار في مقابل 14.7 تريليون دولار للاقتصاد الأمريكي بس في السنوات الأخيرة الفارق اللي كان ما بينهم ده بدأ أنه يتسع لصالح الأمريكان والاقتصاد الأوروبي بقى في المركز الثالث يعني العام الماضي في 2023 حجم الاقتصاد الأمريكي كان داخل في 27 تريليون دولار الاتحاد الأوروبي مع بريطانيا يا سيدي كان في حدود 21 تريليون دولار ومن غير بريطانيا كان 18 تريليون دولار يعني الفارق كبير جدا بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا حاليا فرفاهية عدم منافسة أوروبا لأمريكا في اقتصاد المستقبل الاقتصاد التكنولوجي اللي بقى بيتقسم دلوقتي ما بين أمريكا والصين لا يعني دي بقيت رفاهية مش موجودة أوروبا لازم تتصرف وتشوف حل وتنافس بقى ودي السيليكون والشركات الأمريكية والصينية دلوقتي خلاص مش معقول أوروبا كلها ما يبقاش عندها غير شركة واحدة فقط شركة SEP اللي كلمتك عنها في الحلقة اللي فاتت مش معقول تبقى هي الشركة دي لوحدها شركة البرمجيات الأوروبية الوحيدة على الساحة وسط الكبار طيب حلو جدا لحد كده عرفنا أن أوروبا دلوقتي ما عندهاش أي خيار غير المنافسة هتعمل كده إزاي بقى هقولك والله الواضح كده أن الأوروبيين مدركين كل المشاكل والاختلافات اللي بينهم وبين أمريكا واللي تكلمنا فيها في حلقة النهاردة لكن شايفين أن المشاكل دي كلها مش أزمة كبيرة ويقدروا أن هم يحلوها لو حلوا العقبة الكبيرة دلوقتي شوف الأوروبيين دلوقتي هتلاقيهم يقولوا لك أن أنا سيدي لو حلت كل المشاكل دي وطلع من عندي شركات ناشئة صغيرة لها مستقبل واعد الشركات دي هتلبس في الآخر في القوى الاحتكارية للشركات الأمريكية صح؟ فالأول أنا لازم أقضي على الاحتكار ده علشان يبقى فيه عدل الأول في السوق فشفت الناس دي بتفكر إزاي؟ فعلشان كده مؤخرا عملوا قانون الأسواق الرقمية الدي ام اي كنا تكلمنا عنه في حلقة قبل كده بشكل مركز مع تأثيره على شركة أبل خلاص إنما في حلقة النهار ده بقى خلينا أقول لك أن القانون ده مصمم للقضاء على القبضة الاحتكارية لحراس البوابة ده المصطلح اللي أطلقوا القانون ده على شركات زي أبل وجوجل ومايكروسوفت وأمازون دول اللي بيحتكروا سوء التكنولوجيا الأوروبية وأي منافس صغير بيطلع وسطهم بيتم صحقه على طول الشركات دي من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي مش بتلعب لعب نظيف ماشيين بمبدأ أنا جيت الأول فكسبت فأنا بقى إيه هقش كل حاجة أنا لازم أكسب كل حاجة فهتلاقي مثلا شركة زي فيسبوك ميتا هتلاقيها مربطة كل التطبيقات بتاعتها ببعضه وكله بيسمع في بعضه فأنا لو عايز أعمل مثلا تطبيقي نافس واتساب خلاص فمش هعرف نافس لأن في الحقيقة واتساب مش واتساب لوحده واتساب واقف وراء تطبيقات تانية بيجي له داتا من تطبيقات تانية هو نفسه بيسمع بداية في تطبيقات تانية فمش هتعرف تنافس الكبار بسبب تعدد المجالات اللي هم فيها وكل المجالات دي بتسمع في بعض شركة جوجل مثلا بتستخدم البيانات اللي بتنتج من عمليات البحث في تطبيقات مختلفة عندها زي الذكاء الاصطناعي مثلا خلاص والبيانات دي بالتأكيد مش هتبقى متاحة لأي حد عاوز يعمل ذكاء اصطناعي ينفس بي جوجل لا البيانات دي عندهم هتقول لي طيب ما دحقها البيانات عندها في الآخر وكله بيسمع في بعضه وهي شركة وعايزة تكسب هقول لك صح لكن ده مش عدل كده الكبير هيفضل كبير ومش هيبقى فيه اي فرصة للصغير انه يكبر خلاص وده اللي بيحربوا الاتحاد الأوروبي دلوقتي بقوانين الدي ام ايه وجايز من خلال القوانين دي تجبر مثلا شركة جوجل على اتاحة بعض البيانات اللي عندها لمنافسيها علشان يتدربوا عليها جايز فرق كل اختصار اللي بيحاول يعملوا الاتحاد الأوروبي علشان يماهد الاول للمنافسة مع عمالقة وادي السيليكون الكبار في امريكا خلاص بس تفتكر هل هيقدر على حاجة زي كده ولا لا يعني اصلا هل هيقدروا يقضوا على القبضة الاحتكارية للكبار الله اعلم يعني قل انت رأيك تحت في التعليقات وبس كده سيدي لو عاجبتك حلقة النهاردة اتمنى انك تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس ده مهم جدا والاهم بقى من كل دول انك لو وجدت الحلقة دي كويسة وحبيت النوع ده من المحتوى فا اتمنى انك تشجعنا بنشرها قدر الامكان ده بيساعدنا ان احنا نركز اكتر على النوع ده من الحلقات وبس كده سيدي دي كانت حكاية النهاردة اشوفك ان شاء الله الحلقة اللي جاية ورمضان كريم